صلى عناب اخواتي وتعالوا نعمل سماش بورجر بس بالسنبوسة يلا بينا اول حاجة اختي تحطي زيت مش سنة حبة زيت فتاصة حلوة كده مع البصل اللابية ده اختي مفروم كده بصلتين حلوين كده لغاية لما ينزلوا ميتهم ويكرملوا ويدوبوا خالص كده تنزل عليهم بربع كيلو من اللحمة ايو ربع كيلو بس من اللحمة شوف تختي العصاج بتاع البشاميل اكنك بتعملي عصاج البشاميل وفي الوصفة دي جوزك هيبقى مسبهل من جمال الوصفة اخليكي تعملي سنبوسة في حتة تانية خالص والبهرات ملح وفلفل اختي فقط عايزة تحطي اي بهرات تانية انت حر اكنك بتعملي عصاج للبشاميل جبنا رومي جبنا متزاريلا جبنا شيدر اي جبنة عندك ما احبت مستردة ما احبت ميونيز اختي ما احبت كاتشاب وكل الخليط ده ودى الوصفة دي في حتة خمسة خالص اختي ركزي بقى معي اختي عشان انا اصلا بيعلى ضغطي هتجيب السنبوسة العادي خالص زي ما بتلف في اي سنبوسة هنا الخليط جهز معنا هتفرد السنبوسة بتاعتك وانت اكيد شاطر اختي وبتعرف تلف السنبوسة واللي ما بعرفش تلف السنبوسة بتتلف بنفس الطريقة يمين شمال بقى معنا المسلس جهز جدا على القلي خالص بصي الجمال اختي زي ما هي كده بعد كده على الزيت ويلا بينا ايه الجمال ده اتفرجي على القرمشة يلا اختي مستنيه ايه روحي اجري هاتي ربع كيلو لحم وعملي الوصفة واكتبي في الكومنتات ايه رأيك في الوصفة دي سماش بورجر سنبوسة وعلى رأي المسل اللي قال لبس السنبوسة تبقى على الراسة يلا اختي صلى على النبي في الكومنتات ودوسوا لايف انجو عليك اختي ما تدوسوا لايف كاختي